طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لتفولة يونيسافا بدرورة هدنة إنسانية بقطاع غزة للقيام بعملية تطعيم الأطفال ضد مرضي شلل الأطفال ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة من حملة التطعيم غدا السبت في جزء من شمال القطاع بعدما تم تأجيلها الشهر الماضي وقالت المنظمتان في بين المشترك إن المساحة المشمولة بالهدنة تقلصت على نحو كبير مقارنة بجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة التي أجريت في سبتمبر